بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين عندنا في هذه الجلسة العلمية باب من أبواب الفقه الإسلامي وهو باب عظيم جدا ولكنه باب الأغنياء ليس باب الفقراء ولكن لا بأس أن نتعلم شيئا من تفاصيله ولو من باب العلم بالشيء وهو باب الشركات باب الشركات وهذا الباب من أوسع الأبواب الفقهية تفاصيلا ولكن سنحكم زمامه إن شاء الله بجمل من الكليات المقررة عند الفقهاء فيه فإن قلت ما الشركة الجواب الشركة لغة هي الخلطة بين شيئين فهي مأخوذة من الخلطة وأما الشركات اصطلاحا فقد اختلفت عبارات الفقهاء رحمهم الله تعالى فيها ولكن أفضل العبارات التي قيلت جمعا ومنعا هي عبارة الأئمة الحنابرة رحمهم الله في قولهم اجتماع في استحقاق أو تصرف فإذن الشركة معناها أن يجتمع اثنان أو أكثر في أمرين إما في استحقاق بينهما كاجتماع الورثة بعد موت مورثهم في النصيب كاجتماع الزوجتين في الثمن أو اجتماع البنتين في الثلثين مثلا ونحو ذلك أو اجتماع في تصرف أي في تصرف مالي وفيها كليات مهمة الكلية الأولى الأصل في الشركات الحل والإباحة إلا بدليل وهذه أم الباب في هذه أم الباب في هذا في هذه المسائل فالله عز وجل أجاز الشركات في كل شيء فيجوز للناس أن يشتركوا في أي نشاط وأي استحقاق إلا فيما حرمه الدليل كما سيأتي في كلية خاصة والدليل على ذلك أن الكتاب والسنة والإجماع قد جاءت بمشروعية الشركات فقال الله عز وجل في الاستحقاق قال فهم شركاء في الثلث في ميراث الإخوة فهم شركاء في الثلث وقال الله عز وجل في سورة صاد وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ماهم إذن أجاز الله الشركة وإنما حرم الشركة المبنية على البغي والظلم العدوان وهي داخلة في عموم قول الله عز وجل لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم والشركة لا تعد أن تكون نوعا من أنواع اتجارات لأن ركن الشركة الأعظم طلبوا الأرباح وكذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنا ثالث الشريكين وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه اشترك مع بعض الناس في الجاهلية وفي الإسلام في الجاهلية وفي الإسلام فأما في الجاهلية فقد اشترك مع رجل يقال له السائب ابن أبي السائب حتى لما أسلم وجاء وافدا مهاجرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم الشريك أنت لم تكن تحابي ولا تماري وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه استأجرته خديجة رضي الله تعالى عنها في قوافرها التي تذهب إلى بعض البلاد لتبيع وتشتري والأجرة نوع من الشركة وقد حكى جمع كبير من الفقهاء إجماع المسلمين على جوازها فقد أجمع العلماء رحمهم الله تعالى على جواز الشركات فإذا اندل على جوازها ومشروعيتها وحلها كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع العلماء لكن لا يجوز للإنسان أن يجعل نشاط شركته في أمر يخالف الشرع كما ستأتي قواعد الشركات المحرمة إن شاء الله هذه أول كلية عندنا وهي أن كل الشركات فمبناها كل الشركات فمبناها على الحل والإباحة الكلية الثانية الكلية الثانية كل ما صح التصرف فيهم فراداً صح مشاركةً وما لا فلا كل ما صح كل ما صح التصرف فيهم فراداً صح اشتراكاً أو مشاركةً وما لا فلا فإذا أشكل عليك شيء من الأمور أتجوز أيجوز لي أن أشارك غيري فيها أو لا فاسأل نفسك سؤالاً هل يصح لي أن أتصرف منفرداً في هذا الشيء؟ فإن كان الجواب نعم فاعلم أن الجواب في الشركات نعم كذلك فكل شيء يصح أن يتصرف الإنسان فيه على وجه الانفراد فيصح أن يتصرف فيه مشاركاً لغيره وبناء على ذلك فالأموال يتصرف فيها الإنسان انفراداً فيتصرف مشاركةً والسيارات يتصرف الإنسان فيها مشاركةً فيتصرف عفواً انفراداً فيتصرف مشاركةً والدكاكين والدور والعقارات كلها أشياء يصح للإنسان أن يتصرف فيها انفراداً فيصح أن يتصرف فيها مشاركةً والكلية واضحة ولا إشكال فيها ولله الحم الكلية الثالثة كل شرطٍ بين الشريكين فالأصل حله ولزومه إلا بدليلٍ يمنعه كل شرطٍ بين الشريكين فالأصل حله ولزومه إلا بدليلٍ يحرمه وذلك للدليل الأثري والنظري أما الأثري فقول النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون على شروطهم إلا شرطًا أحل حرامًا أو حرم حلالًا وأما النظري فلأن الشركة عقدٌ من العقود ومعاملةٌ من المعاملات والمتقرر في القواعد أن الأصل في الشروط في المعاملات الحل والإباحة إلا بدليلٍ إلا بدليلٍ يحرمها فيجب على الشريكين أن يوفي كل واحدٍ منهما الشروط التي اشترطها على نفسه أو اشترطها عليه شريكه ولا يحل لأحدٍ منهم أن يخالف شرطاً من شروط هذه الشركة إلا بموافقة الطرف إلا بموافقة الطرف الآخر فإذا اشترطا أحدهما نوع العمل فيجب الوفاء به أو زمان العمل فيجب الوفاء به أو مدة العمل فيجب الوفاء به كأن يقول الشركة بيننا من الصباح إلى الظهر مثلاً ولا نعمل في الشركة بعد صلاة الظهر وإنما حق الشركة من عملنا هذا المقدار فإذن يجب العمل به وكذلك أيضاً إذا اشترطوا تقسيم الأرباح على شيءٍ معين أو اشترطوا في تحديد مثلاً مقدار ما يباع فلا تباع تلك السلعة إلا بكذا ولا تشترى السلعة للشركة إلا بكذا أو نحو ذلك من الشروط فإنه يجب على الشركاء أن يوفوا بهذه الشروط لأن الشركات مبناها على الوفاء بهذه الشروط وغالب الشركات التي تفشل هي تلك الشركات التي يخون أطرافها تلك الشروط الكلية واضحة الكلية التي بعدها كل تفاصيل الشركة مبناها على الأمانة بين الشريكين كل تفاصيل الشركة فمبناها على الأمانة بين الشريكين وهذه كليةٌ مهمة وهي أن الإنسان لا ينبغي أن يشارك إنساناً آخر إلا إذا وثق في إيمانه وخوفه من الله عز وجل وورعه واجتنابه للحرام ووثق في أمانته حتى لا تشارك إنساناً خائناً فيخون أمانته ويتسبب لك بشيء من الخسارة ولذلك على الشريكين دائماً أن يتذكر قول الله عز وجل يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ويتذكر قول الله عز وجل إن الله لا يهدي كيد الخائنين ولا يحب الخائنين عز وجل وليتذكر الشريكين أن ثمة ثالثاً لهما وهو الله عز وجل لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي أنا ثالث الشريكين يعني بهيمنته وعلمه ورقابته وجزائه وثوابه إن صدق وعقوبته إن كذب أو غش أو كتم فعلى الشريك أن يتقي الله في شريكه وليتصرف كل واحد منهما في نصيب صاحبه كما يتصرف في نصيبه ولتكن الشركة مبنية على النصح والإخلاص والوفاء ليس على الكذب والغش والتدليس والكتم والتلاعب فإن النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا قاعدة عامة في المتعاملين في أمر فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتم محقت بركة بيعهما وهذه كلية واضحة الكلية التي بعدها كل أرباح الشركة تقسم على الشرط كل ربح في الشركة فيقسم على الشرط وذلك لأن الأرباح لا شأن لها بمقادير رأس المال وإنما الأرباح في كل الشركات في كل الشركات مبناها على ماذا؟ مبناها على الاشتراط فالأرباح مبناها على الاشتراط وهذه قاعدة الأرباح في كل الشركات فشركة عينان أرباحها على الشرط والمضاربة أرباحها على الشرط والوجوه أرباحها على الشرط وكذلك الأبدان والمفاوضة أيضا أرباحها على الشرط وأنا لم أريد أن أفصل في أسماء هذه الشركات لأن تفاصيلها ستطول علينا ولكن نعرف الخطوط العريضة التي تخص تلك الشركات القديمة وتأتي أيضا وتنجر على الشركات المعاصرة فالربح في الشركات مبناه على ما يشترطه الشركاء ولكن يشترط في هذا الربح شرط واحد فقط ليكون ربحا صحيحا مقبولا شرعا وهي أن يكون مقدرا بالأجزاء المشاعة بمعنى شاركتك ولي ربع الربح ثلث الربح نصف الربح فإذا لا بد أن يكون محددا ولكن ليس تحديد أعيان وإنما تحديد أجزاء فلا تصح الشركة إذا قال شاركتك ولي مئة ريال كل شهر فنقول الأرباح لا تقسم على التعيين فمتى ما عين الربح بنقد محدد فسدت الشركة أي كان نوعها وإنما يقول والأرباح بيننا على جزء مشاع فإن قلت وليما اشترطت هذا الشرط فنقول لأن القاعدة في الشركات ستأتينا أنها مبناها على العدل في كل تفاصيلها وليس من العدل أن يحدد أحد الشركين مبلغا معينا إذ قد تعجز الشركة عن الإتيان به أو تزيد جدا فإن عجزت الشركة عن الإتيان به فيكون غانما على خسارة بقية الأطراف وإن جاءت الشركة بأرباح أعظم منه بكثير فيكون غارما على غنم بقية الأطراف فهذا مجانب للعدل فحقيقة العدل في قسمة الأرباح أن تشترط وأن تكون جزءا مشاعا غير محدد بنقد معين فإذا قيل لك ما القاعدة في أرباح الشركات فتقول مبنىها على الشروط وأن تكون جزءا مشاعا هذه قاعدة الأرباح الكلية التي بعدها كل خسارة بين الشركاء فعلى قدر المال كل خسارة بين الشركاء فعلى قدر المال ما معنى هذا يعني أن الإنسان إذا شارك غيره وخسرا فكل منهم يغرم من الخسارة بمقدار ماله فصاحب المال الكثير تكون خسارته أكبر وصاحب المال القليل تكون خسارته أقل فإن قلت ولم لم تقل الخسارة على ما شرطه فنقول لا لأن هذا مجانب للعدل فإن الإنسان إنما يخسر فيما يخصه لا يخسر فيما يخص غيره ولا يجوز له أن يحمل خسارته على كتف غيره ولذلك فالأرباح قاعدتها الشروط والخسارات في الشركات قاعدتها رأس المال فتقسم الخسارة بينهم على قدر رأس المال فإن استوى رأس مالهم فالخسارة بينهم نصفان وإن كان أحدهم له ثلاثة أرباع رأس المال والثاني له ربعه فيخسر صاحب الثلاثة أرباع الخسارة وصاحب الربع يخسر الربع وهكذا هذه القاعدة في باب الخسارات واضحة أم لا يجمع للآن ماشي؟ ما شاء الله طيب الكلية التي بعدها كل خلاف يقع بين الشركاء كل خلاف يقع بين الشركاء فما رده الشرط أو العادة فما رده الشرط أو العادة وذلك لأنه ما من شريكين إلا ولا بد أن يقع بينهما شيء من الاختلاف إما في الخسارة أو في رأس المال أو في بيع أو شراء أو استهلاك أو تلف أو غير ذلك فما فصل الخلاف بينهما؟ تقول فصل الخلاف بينهما الرجوع إلى شروطهما فإن وجدنا شرطا يحل هذا الخلاف فهو مقدم وإن لم نجد شرطا يحل هذا الخلاف فما رده وفصله إلى عرف التجار ومعتادخ التجار في هذه السلع نعم وذلك لأن المتقرر في القواعد أن العادة محكمة والمتقرر في القواعد أن المعروف بين التجار كالمشروط بينهم فننظر إلى عادة التجار وأي طرف ترجحه عادة التجار فإننا نقضي فإننا نقضي به فخلاف الشركاء إما أن نفصله بالشرط إن وجد وإلا فنفصله بالعرف والعادة التجارية المحكمة بينهم يعني مثلا لو اختلف الشريكان فقال أحدهما أنا أستحق الأرباح وأجرة عملي والآخر يقول إنما تستحق الأرباح وأما أجرة العمل فأنت شريكي ولست مستأجرا عندي فحينئذ إن كان ثمة شرط بينهما بأن فلانا إذا عمل في الشركة فيستحق مع ربحه أجرة فنفصل بالشرط وإلا فنرجع إلى عادة إلى عادة التجار في المتعارف بينهم فإن كان العامل في هذا النوع من الشركات يستحق مع أرباحه أجرة فنقول به وإن لم يستحق فلا نقول به وكم قضى القضاة ويعني يسر الله على أيديهم حلولا كثيرا بين الشركاء لما عرفوا عادة التجار ومن القواعد أيضا أو من الكليات أيضا كل تفاصيل الشركة فيجب بناؤها على العدل كل تفاصيل الشركات فيجب بناؤها على العدل فالشركة من حين انعقادها إلى انفصامها لا بد أن تبنى في كل جزئياتها على العدل فلا يجوز أن نقبل ظلما في جزئية من جزئياتها أبدا وذلك لأن العدل قاعدة الشرع العظمى التي لا استثناء فيها فالمعاملات والعبادات كلها مبنية على العدل فمتى ما جانبنا طريق العدل فلا بد أن نقع في طريق الخصومة والنزاع بين الشركاء وبناء على ذلك قرروا جملا من المسائل المسألة الأولى لا بد من تحديد مال العامل في المضاربة من الربح فلا يجوز أن يقول ضاربتك بمالي ولك ربح ما هذا مجانب للعدل مع هذا العامل بل لا بد أن تحدد ربحه فإذا أوجب الفقهاء تحديد الربح للعامل في المضاربة إقامة للعدل في الشركات وقرروا كذلك أن يكون ربح العامل جزءا مشاعا فلما قالوا لا بد أن تكون مكاسب الشركات جزءا مشاعا لإقامة العدل بين الشركاء لإقامة العدل بين الشركاء وكذلك أيضا في باب شركة في شركة الأبدان قالوا إذا مرض أحد الشريكين فيجب عليه أن يقيم غيره ليقوم بعمله فأوجبوا على المريض أن يقيم الصحيحة لإتمام مسائل الشركة أو أرباح الشركة وهذا إنما قرروه لإقامة العدل إذ ليس من العدل أن يبقى أحدهما يعمل يعمل والآخر مريضا على فراشه ثم في آخر الشهر يأخذ الربح كاملا وكذلك أيضا قرروا أن الخشارة على قدر المال في باب الشركات لماذا؟ لإقامة العدل فليس من العدل أن يقول ضاربتك بمالي فإن خشرت فالخشارة عليك هذا من الظلم الذي لا يقبله الله عز وجل في معاملات التشريع ومنها أيضا اختلف العلماء فيما لو ضارب إنسان بماله آخر وقال إن خسر مالي فتضمنه اشتراط الضمان في باب المضاربة أهو مقبول أو لا؟ فيه خلاف بين أهل العلم والقول الصحيح بطلانه لماذا؟ لأن تضمين الأمين تلف العين بلا تعد ولا تفريط هذا ظلم واعتداء فإن الأمين لا يضمن تلف العين إلا إذا تعدى أو فرط وهكذا في فروع كثيرة قررها الفقهاء وياقف وراء تقريرها إقامة العدل لماذا؟ لأن كل الشركات فمبناها في كل تفاصيلها على العدل وإن من أعظم ما يرضي النفوس العدل ومن أعظم ما يوجه شبركان غضبها الظلم ولذلك لو سلم الناس من الظلم لم غضب أحد إن أعظم ما يغضب الناس رؤية التفريق والتمييز هذا هو الظلم العظيم لكن العدل هو الذي يضمن رضى الطرفين وبقاء الشريكين على تآل فيهما ومحبة بعضهما والسعي فيما ينفع شركتهما ومن الكليات أيضا وهي كلية جميلة كل ضرر مجحف طرأ على الشركة فيجب إزالته كل ضرر مجحف طرأ على الشركة فيزال فيزال وذلك لأن المتقرر أن لا ضرر ولا ضرار وأن الضرر يزال فقد يتفق الشريكان في زمان ويشترط كل واحد منهما على الآخر شروطا بناء على معطيات زمانهما ولكن ربما تختلف الظروف وتأتي للبلاد بعض النوازل التي تضر الشريكين أو أحدهما فيما لو عاملا في الظروف الراغنة بالشروط السابقة فمتى ما حصل بين الشريكين ضرر محقق مجحف بناء على تبدل الزمان أو تغير الحال أو زيادة الأسعار الزيادة المجحفة فحينئذ يجب على الحاكم أو المفتي أو القاضي أن يزيل الضرر حتى وإن لم يرضى أحدهما يجب علينا إعادة صياغة هذا الشرط على معطيات الزمان المعاصرة وأنتم تعرفون الضرر الكبير الذي حصل في هذه النازل على الشركاء ولكن ينبغي أن نزيل الضرر فإذا عقدت شركة شركة مع أحد على شروط معينة وعندك دراسة جدوى اقتصادية على حسب معطيات زمانك ثم تبدلت الأحوال وتغيرت الأمور حتى صار تنفيذ الشروط السابقة مجحفا بك فحينئذ لك أن تتظلم عند القضاء حتى يزيل القاضي ذلك الضرر ويعيد دفة الأمر إلى العدل هذا كله من باب العدل فإذا كل ضرر مجحف على أحد الشركاء فالواجب إزالته ومن القواعد أيضا لا الآن ما شيء ترى ما دخلت في التفاصيل وإنما أعطيكم الخطوط العامة التي ترد لها تلك التفاصيل طيب الشركات المحرمة يرجع تحريمها إلى ثلاثة أشياء سنعطيكم فيها ثلاث كليات أو أربع كليات كل نشاط في أمر محرم فمحرم كل نشاط في أمر محرم فمحرم فمتى ما كانت الشركة فمتى ما كان نشاط الشركة يتضمن شيئا من المخالفات الشرعية كبيعي ما لا يجوز أو نحو ذلك فإنها تعتبر حراما قالوا ولماذا قالوا لأن انعقاد الشراكة بينك وبين غيرك إنما هو وسيء له تريدان به مقصودا والوسائل لها أحكام المقاصد فالشراكة في الواجب واجبة والشراكة في المحرم محرمة والشراكة في المندوب مندوبة والشراكة في المكروه مكروهة والشراكة في الأمر المباح مباحة فمتى ما كان نشاط الشركة يتضمن شيئا من تحليم الحلال أو تحليل الحرام فإنها تعتبر حراما ويوضح ذلك الكلية التي بعدها كل شركة تتضمن الرباء حالا أو مآلا فحرام يعني أنها شراكة باطلة محرمة وفاسدة لأنها مبنية على ما حرمه الشرع إجماعا وهو الرباء وقد تواترت الأدلة من الكتاب والسنة على تحريم الرباء وقد بحثنا أدلته في مواضع أخرى الكلية التي بعدها كل شركة تتضمن الغرر والجهالة في الأمر المقصود فباطلة كل شركة تتضمن الغرر والجهالة في الأمر المقصود فباطلة لأن المتقرر في القواعد أن المعاملات متى ما تضمنت غررا في أمر مقصود فإن هذا يوجب بطلانها وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة أنه نهى عن الغرر أخرجه مسلم في الصحيح وهناك معاملات كثيرة إنما مبدأ تحريمها لاستمالها على الغرر فمتى ما كان في الشركة جزئية فيها غرر وكانت مما يقصد في الشركة فإن هذا يفضي إلى بطلانها مثاله أن يكون رأس المال في الشركة غير محدد شاركني وأعطيك مبلغا ماليا الجواب لا تصح الشركة بهذا ولذلك اشترط الفقهاء بالإجماع أن رأس المال في باب شركة العنان أو المضاربة لا بد وأن يكون محددا معلوما ليس فيه شيء من جوانب الجهل بل ومن تشديدهم أن يكون مالا حاضرا الآن لما كل هذا حتى تخرج تفاصيل الشركة في الأمر المقصود من حيز الجهالة والغرر إلى حيز العلم والوضوح والظهور ومن ذلك أنه مشترط أن يحدد مال العامل من الأرباح لماذا؟ لأن العامل في باب المضاربة إنما مقصوده الأعظم ربحه فلا يمكن أن نقبل الغرر في الأمر المقصود وهو ربحه فلا يجوز ذلك فإذن كل غرر في المقصود من الشركة فإنه يجب بطلانها بل حتى قال بعض الفقهاء وهو الصواب أنه إن جهل وقت قسمة الأرباح فالشركة باطلة لأن المقصود من الشركة أرباحها فكيف نجهل الوقت الذي تقسم فيه الأرباح فكل غرر يدخل في جزئية من جزئيات هذه الشركة إن كانت من الجزئيات المقصودة للطرفين أو لأحدهما فلا يقبل الشارع فيها الغرر فإن قلت ولماذا؟ نقول من باب المحافظة على المال ومن باب سد أبواب الخصومة والنزاع بين أطراف الشركة الكلية التي بعدها كل تصرف من أحد الشريكين كل تصرف من أحد الشريكين يتنافى مع مقصود الشركة فموقوف على إذن الآخر أو موقوف على إذن الشركاء أو تقول موقوف على الإذن وتطلق كل تصرف من أحد الشركاء يتنافى مع مقصود الشركة فموقوف على الإذن وذلك لأن الحقوق في الشركة تنقسم إلى قسمين إلى حقوق لله لا حق لأحد أن ينتهيكها ولا تخضع لرضى الطرفين فهي محرمة لحق الله فلو رضي الطرفان أن يتعامل في شركة فيها ربا لما جهز لأن رضاهما غير معتبر إذ تحريم الربا لحق من حقوق الله عز وجل لكن إذا كان الحق الذي تصرف فيه هذا الفضولي يرجع إلى حق المخلوق فلا نبطل تصرفه مطلقا ولا نصححه أو نجعله نافذا مطلقا وإنما هو موقوف على الإذن فإن أذن الأطراف بذلك فالحمد لله وإلا فإن تصرفه حينئذ تصرفه حينئذ باطل مثال ذلك مثال ذلك لو أن العامل في باب المضاربة ضارب بالمال عاملا آخر من غير إذن المضارب الأول فهل نبطل مضاربة العامل الثانية الجواب لا نبطلها ولا نصححها وإنما نرجع على صاحب المال الأصلي ونقول إن فلانا الذي ضاربته ضارب بمالك عاملا آخر أفتجيزه فإن أجازه فالتصرف صحيح وإن منعه فالتصرف باطل ولو اتفق الشريكان على أن لا يكون بيع بدين وخالف أحد الشريكين فباع بدين فلا نقول بأن بيعه بالدين باطلا مطلقا ولا صحيحا مطلقا وإنما هو موقوف على الإذن فإن أذن صحة وإلا فلا وإلا فلا ومنها أيضا لو أن أحد الشريكين تجرأ وأخذ شيئا من الأرباح قبل وقت القسمة أنتم معذي هذا ولا لا لو أن أحدا من الشريكين تجرأ وأخذ شيئا من الأرباح قبل القسمة فلا نقول بأن أخذه باطل مطلقا ولا صحيح مطلقا وإنما هو موقوف على إذن بقية الشركة فإن عرفوا وأقروا فالحمد لله وإلا فيغرم المقدار الذي أخذه المقدار الذي أخذه ولو أن أحد الشريكين تجرأ وأشرك رجلا ثالثا في شركة العنان مثلا ففوجي الطرف الأول قال فلان لماذا يحضر معنا الاجتماع قال صار شريكنا ومن أذن له فماذا تقولون أيها الفقهاء هذا موقوف على الإذن وكم من التصرفات في باب الشركات يتبرع بها أحد الشركاء من غير مراجعة بقية شركائه فحينئذ نوقفه على الاستفصال لو تأملتم ما ذكرته في هذه الكليات لتبين لكم أن ما قلته في تحريم شركة الربا وشركة الغرر إنما هو تحريم يرجع لحق الله فأبطلناها مطلقا ولم نعلق بطلانها على إذن أحد ولكن هذه الكلية تتكلم فيما يبطل لمراعاة حق الشخص فحينئذ نجعل تصرف هذا الرجل كتصرف الفضولي والقاعدة عندنا في تصرفات الفضولي أن تصرفات الفضولي موقوفة على الإذن أن تصرف الفضولي موقوف على الإذن ما رأيك لو أن جارك باع سيارتك التي لا تساوي ثلاثة آلاف بخمسين ألفا ولم يستأذنك هل ستعمل معه بمذهب الحنابلة بأن تصرفات الفضولي باطلة مطلقة أبدا فهمت فإذا لمراعاة حقك لأن الحق حقك فإن أسقطته فالحمد لله لا سيما إذا رأيت أن بيعه فيه غبطة ترجع يعني فيه مصلحة ترجع ترجع لك أظن واضح إن شاء الله ومنها أيضا كل من خبث مطعمه ومكسبه فتكره مشاركته كل من خبث مطعمه ومشربه فتكره مشاركته ويدخل في ذلك مشاركة الإنسان إذا كان ماله مختلطا أو متمخضا في الحرام فأما مشاركة من ماليته حرام بكل أصجزائها فيحرم لأن المتقرر في القواعد أن المال الحرام لا يملك فلا يجوز لك أن تشارك إنسانا لا مدخل له إلا من وجه حرام فكل ذي مال محرم من كل وجه فلا يجوز مشاركته ولا بيعه ولا شراؤه ولا قبول صدقته ولا قبول هديته لأن أمواله لم يملكها أصلا لأنها محرمة والمال المحرم لا يدخل تحت ملك الإنسان وأما من كانت ماليته مختلطة فبعض أجزائها حلال وبعضها محرم فحينئذ تكره مشاركته فمشاركة صاحب المال الحرام تكون حراما إن كان ماله متمخضا في الحرام وتكون مكروهة إذا كان ماله مختلطا بين حل وحرمة فعلى الإنسان أن يختار الشريك الطيب طيب المطعم وطيب المشرب وطيب الملبس وطيب المكسب لما؟ لأن بركة الشركة في طيب أفرادها ولأن الشركاء في الأعم الأغلب إذا بذلوا أموالهم في الشركة فإنهم سيبتهلون إلى الله بالمكاسب فإذا كان الإنسان خبيث المطعم خبيث المشرب خبيث الملبس فأنا يستجاب لذلك فاحرص أيها المسلم أن يكون شريكك ذا تقوى وإيمان ومنها أيضا كل تلف كل تلف على يد الشريك فلا ضمان فيه إلا بالتعدي والتفريط كل تلف حصل في يد أحد الشركاء فلا ضمان فيه إلا بالتعدي والتفريط وذلك لأن الشركاء أمنا وقد تقرر عندنا في القواعد أن الأمين لا يضمن تلف العين في يده إلا إذا صدر منه تعد أو تفريط فإذا تلفت مال الشركة في يد أحد الشركاء فننظر إلى سبب التلف فإن كان فيه شيء من التعدي أو التفريط فلا جرم أننا نضمنه وأما إذا تلف بفعل الله عز وجل وتقديره لا ينسب إلى المتلف شيئا من شيء من التقصير أو التعدي فحينئذ لا شيء عليه فلا ضمان على الشريك إذا تلف شيء من مال الشركة في يده إلا إذا تعد أو فرط ومن الكليات أيضا كل من لا يصح تصرفه فلا تصح مشاركته كل من لا يصح تصرفه فلا تصح مشاركته وأعني بهم المجنون فلا يصح تصرفه في المال فلا تصح مشاركته والصبي لا يصح تصرفه في المال فلا تصح مشاركته والسفيه لا يصح تصرفه في المال فلا تصح مشاركته انتبهوا والمحجور عليه لفلس لا يصح تصرفه في ماله فلا تصح مشاركته ما دام محجورا عليه ما دام محجورا عليه وهكذا دواليك أظن أن هذه الكليات تأتي على باب الشركات كاملا وأما التفاصيل فإنك لا تجد في الأعم الأغلب تفصيلا أو جزئية إلا ولا بد أن تندرج تحت واحدة من هذه الكليات وفق الله الجميع لما يحب ويرضى وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد